اشتركوا في القناة بنكبة لم يسبق للبلد الاكثر تجرعا للنكبات ان يدرك هول الكارثة تنكب بيروت قبل موتها المكرر فسادا ونفوذا وطائفية وتحرق اليوم بيوتها وشوارعها وتسجل الوفيات باكثر من مئة قتيل وحبل الموتى على الجرار قرابة نصف مليون لبناني مشرد كان لا يملك حقه مما سلب بات اليوم بلا حق وبلا بيت وبلا لبنان ما قبل الانفجار كان صوت لبنان من بيروته يبحث عن مرفأ ثورة للحرية والديمقراطية لكنه حدث وها هو مرفأ احلامهم يفجر بفعل حاقد او فاسد او عابث من الخارج وما اكثر العابثين وقل انه انفجار يذكرهم بحرائق سرقت فرحتهم ذات يوم قل ايضا في دفتر بيروت الاليم ان ذكر اغتيال الحريري رفيق تعود حكايتها مع قرب موعد محاكمة المتهمين باغتياله فتتجه الشكوك نحو من يريد النيل من نجله رئيس الحكومة السابق الشيخ صعد الحريري الاتهامات كثيرة واكثر من هول ما حدث وما حدث ايضا ان شعبا باكمله يخشى اصابع العبث الايرانية الصهيونية لطالما ان تهديد اسرائيل مستمر لحزب الله اللبناني والاخير ايضا قال صحفيون لبنانيون انه يملك بضائع في المرفأ المرفأ بدلائل اخرى تقول مصادر انه يحتضن متفجرات منذ سنين وهو ما ترك تهميشا بغير ادراك للمسئولية من قبل الحكومة حكومة بيروت على المحك وهي التي جاءت على عقاب ثورة قلبت لبنان فيها وجه التاريخ السياسي واشعلت طوافانا بشريا لم يهدأ حتى اللحظة غير انه يعود بفعل فتيل انفجار قد يغير وجه لبنان الى الابد قتلت بيروت كما قتلوا بغداد مهما كان نوع القنبلة بفساد او باحتلال او بسرقة السيادة الا ان الفاعل في الحالتين قاتل بحجم نكبة واكبر